بسم الله بسم الله بيبدأ الفيلم بولد صغير ماشي في الشارع بيدور على ربنا فيه وبنسمع درس دين في المسجد والإمام بيتكلم عن الاختبارات واللي ابتلقات وإن لو ربنا حب العبد هيختبر ويبتليه والعبد لو عايز يعدي هيرضى لكن لو رفض اللي ابتلق مش هيمشي بالعكس ده ربنا هيغضب عليه أكتر وفجأة بيدخل عليهم طفل صغير بيدور على ربنا فبيستغربوا جدا والشيخ بيروح يسأله انت بيدور على ربنا قاله آه بس مش عارف هو عيش فين الحكاية كلها بتبدأ بساتره اللي بيوصل ولاده للمدرسة وبيقول لابنه اوعى تتغدى بره انت معاك الغدى بتاعك وأول ما بيوصل شغله بتجيله ساسكا اللي عملته تصل بيه ما بيردش لأنها محتاجة مساعدته لكن هو رفض بحث رغوه وقال لها بعد إذنك ما تكبرينيش على وضع أنا مش حابه وما تجيش هنا تاني ولما روح يتكلم مع مراته في اللي حصل قالت له طب هي لو ضغطت عليك هتعمل ايه قالت له هوا انت نسيتي انك اتجاوزتيني عشان أنا عمري مكدمت كان ممكن تتجاوزي وزير أو دكتور أو تاجر بس اخترتيني أنا معيني فقيد قالت له لا الفقر مش في الفلوس الفقر لما تبقى محتاج الحاجة ومش عارف تجيبها بس ايه لازمت الفلوس بقى لو انت مش مبسوط ولما حسته اضايق قالت له هوا انت ندمت انك اتجاوزتيني فراخم عليها شوية لأول قال لها لا انا ندمت انك ما تجاوزتكيش من زماني على الاقل يعني كان بدل ما يبقى معينا اتنين يبقى معنا ستة اطفال ومع ازين الفقر قام ويصلوا بس طولوس ما كانش موجود بابا قال لي اخته لين دا تصحي وبعد ما صحي وراح وياكله طولوس قال لي مامته هو اش معنا انا يعني اخر واحد بتحطيلي الاكل اش معنا بتبدأي البابا من راجل زيه وبعد كده بتدي اختي وانا في الاخر معيني اصغر واحد ومحتاجة تغزة تاري مامته قالت له لازم تصبر انا بخدم بابا الاول لانه رب الاسرة وبعدين لين دا لانها بنت فاكيد هتبقى قبليك فاعترض وقال لها يعني بابا كده هو الملك انا كده بقى ملك صغير بابا قال له انت عايز تبقى ملك ازاي وانت ما بتصليش فسأله هو احنا بنصلي ليه قال له دي افضل وسيلة تتواصل بيها مع ربنا وعرفه انه صحتنا هتبقى احسن لو صلينا وربنا عيحمينا ويكرمنا بالرزق والفلوس انت فاكر دا كله بيجي منين يعني ما هو عشان بندعي ربنا قال له يعني احنا كده ممكن ندعي ربنا باننا نجيب تلفزيون جديد ومنعودش كل شوية ندخانق على التلفزيون ويبقى ليه واحد لوحدي وسأل بابا هو طب فين ربنا عشان لو احتجتله يعني فقال له ربنا في قلب كل كائن حي صلي واطلب منه وجي قوم فبابا سأله انت عملت الواجب بتاعك قال له انا ما عنديش واجب اصلا يلا تصبحوا على خير تاني يوم بعد ما بابا وداهم المدرسة لقى صاحبته قاعد بتعيط عشان ما عايش فلوس تطلع الرحلة واصحابهم بالترياء عليها لانها فقيرة فقال له هدعي ربنا وهو هيجيب لك الفلوس وهتطلعي الرحلة ان شاء الله وطبعا اتهموه انه اهبلوا عبيت لان محدش بيشوف ربنا غير بعد ما بيموت اما تاري مامته بقى قاعدة مع صحابها وبتتهان بمعنى اصح بسبب انها ما تقدرش تاكل اكل زي اللي موجود في المكان حتى الشنطة بتاعت صاحبتها اللي عزماهم من جلد التمساح اللي بتلففها عليهم واحدة واحدة عشان يشموا ريحتها ويعرفوا قد ايه هي جميلة وبسعر بيت كامل وفجأة بيجي لها تليفون فبتروح لجزها والولاد جاري وبتعرف ان البنت تصابت بالكورة فعنيها والدكتور كتب لهم مراهم وقال انهم هيتابعوها التلات سيام الجايين لو عينها ورمد او حصلت ضوخة هيحولها للمستشفى وبعد ما روحوا واكلوا دخلوا الولاد عشان يناموا وساعة الفجر بعد ما خلصوا صلاة دخلت تاري تتطمن على البنت لقيتها ما بتقومش فاتفزعت ونادة بابوها خدوا بالهم ان عينيها ورمد اكتر ولما فتحتها كان فيها تجمع دموي كبير فجريوا بيها عالدكتور اللي حولها على المستشفى عشان يعملوا اشاعات مقطعية ويعرفوا في ايه قاعد يشرح لهم والبنت كانت سامعة كل حيك وبعد ما رجعوا البيت ما كانوش عارفين يتصرفوا وتاري كانت شكة ان ربنا مش فاكرهم اصلا فالجزء قال لها ده ربنا فاكر الناس اللي مش فاكرين هينسان احنا وتولوس كان سامعهم وبالليل بعد ما نيموا دخلوا يطمنوا عليهم ووقفوا يتكلموا جنب القوضة تاري شايفة انه ياخد قارد جديد وستريوم مش موافق لانه لسه ما سدش القارد بتاع ولادة تولوس فاقترحت انه هو يروح جاكارتا عشان ياخد قارد من حد هناك فرفض رافض قاطع وقال لها انا هدور على طريقة تانية وفي الوقت ده تولوس قام وقال لهم ادعو ربنا وكل حاجة هتتحل تاني يوم راح شغله وهم الدنيا كله ملي وبعد ما رجع مراته تكلمت معي بانه لازم يطلب قارد من رئيس العمل او صاحبة الشركة لانه محتاجه جدا بس هو اعترض لانه مش كل شوية هيتلب منهم فلوس وقال لها انا عارف ان دي مسئوليتي كأب وزوج بس مش عارف اتصرف ازاي تاري قالت له انا عارفة ان الموضوع محرك بس انت ما ينفعش تسيب بنتك تعبانة كده في سبيل راحتك تاني يوم اتصرفت وباعت التلفزيون وكان حاجة كده في البيت بمبلغ رمزي يساعد في اي شي او طبعا طولوس كان زعلان جدا وهم وغضين التلفزيون الوحيد ومشين ده كان نفسه فوحد تاني بس راح يحضن منطو ويخفف عنها بالليل تاري تكلمت مع جزها تاني او طولوس كان سماعهم جزها قال لها ان محدش راضي يسلفه وكل الناس بتبص الناحية التانية لمجرد ما بتشوفه وهو مش عارف يتصرف ولا عارف يجيب منين عاجز ويده مربوطة اما تاري حاولت تتصرف هي وسفرت جاكارتا لصحبتها تستلف منه بس جرحتها بالكلام وقالت لها جزك ده مش متحمل مسئولية كاملة وهي عندها بنتها هتسفر تتعلم في الخارج ومحتاجة فلوس فمش هتعرف تساعد في مرض ليندا ومشيت من عندها مكسورة الخاطر فرجبت وراحت لوحدة تانية اسمها ليان في مكان شغلها اللي هو مش تمام تطلب منها تساعدها فقالت لها مش عشان انا مدورة الليلة هنا احكم على نفسي بالفشل وكل شوية ديكي فلوس بس فيه طريقة تانية تقدري تقلعي الحجاب وتيجي تشتغلي معينا رجالة كتير قوي هيكونوا بيتمنونكي وانا مش بجبرك براحتك بس انت اللي هتكوني خسرونه لو ما عملتيش كده فخرجت من عندها ورمت الكارت بتاعها من غير تفكير وهي خارجة قبل تجود صدفة كان بيحبها زمان استغرب من وجودها في المكان وفهم منها اللي حصل وان بنتها محتاجة عملية وقال لها انا هتكفل بكل ده وهعملك اللي انت عايزيه بس سيبي جوزك وتبقي معيه وطبعا انت عارفة انه معهوش فلوس يعملك اي حيجة بس انا هقدر اعطيني بيكي وبوليدك ووصلها ودها كارت عشان تفكر وترد عليك والشيطان واقف في الزاوية بيدخن ونروح لساتريو في المستشفى اللي معلين ده بتسأله ماما فيد مع انها عارفة هي فيد وبتقوله انها مش عايزة تتعايلك حتى لو عينيها بوزط هي عندها عين تاني اهم حاجة يا بابا ما تتخنقوش مع بعض وما تعملوش مشاكل عشان نفسيتنا ما تبقاش وحشة فوعد عنا بإذن الله هتتعايلك وخدها في حضنه وطمنها بعد كده دخل قطه وبدأ يدرك ان عياله بقوا كبار وجايين على نفسه عشان خطره وفتكر ابنه لما اسمعهم بيتخنقو وجي قال لهم ادعوا ربنا وهو اللي هيحل كل حاجة مش انتوا اللي قلتوا كده تاري بعد ما وصلت البيت اتطمنت عليهم وتكلمت مع جزها بانها مش لقي حل ولازم ياخد كارد من جاكارتا والحلول خلصت عندها هي عارفة انه مش في ايده حاجة وعارفة كمان انه متحمل للمسئولية كاملة لكن بنتهم بتموت قدام عينيهم ولازم يتصرف وبعد ما نيم قامت تفكر هي هتعمل ايه مشتتة ومش فاهمة هو ربنا فاكرهم فعلا اما طولوس اللي بيفتكر لحظاتهم السعيدة مع بعض هم وبابا ومامته وتعب اخته اللي مش عايز يخلص وافتقر المدرسة بتاعتهم وهي بتشرح ازاي يبعته جواب لحد فهيروح بسرعة ويبدأ يجمع الحاجات اللي محتاجها عشان يبعت جواب لدرجة انه هيلزق الطابع على الجواب بالرز وهياخده ويروح يحطه في صندوق البريد وهو مروح كان بيدحك ومبصور وبابا سأله انت بتدحك على ايه قال له عشاء انا بعت جواب لربنا فاخده في حضنه وهو سعيد وحزين في نفس الوقت ونروح بقى المكتب البريد اللي وقع في ايديهم الجواب اللي مكتوب عليه لربنا اينما كان لدرجة ان صحاب ساعي البريد كانوا بيتريقوا عليه وعالجواب اللي في ايده بس الموضوع ما انتهيش لحد كده لانه محيره جدا ولما اخد رأي امراته قالت له رميه في اي حتة وخلاص هتوديه ازاي يعني لربنا بس هو ما كانش عايز يسيب الموضوع وتاني يوم ساعي البريد راح عشان يسلم الجوابات اللي معاه طولوس كان قاعد نستني يمكن يكون جاي له جواب من ربنا ويرد عليه ولما راح له يسأله لان ما فيش جوابات جاي له وما بيعرفش هو يوده فيه اما ساتري وتاري بيروحوا يطمنوا على صحة ليندا من الدكتور وبينصحهم انهم لازم تدخل المستشفى افضل لها لكن القرار ليهم في الاول وفي الاخر وقال لهم مش هينفع تنزل المدرسة برضو لفترة طويلة اما ساعي البريد روح قلب الدنيا في البيت عالجواب ومش لقيه فالدايق جدا وما يعرفش راح لمين ومش عارف يساعد صاحب الجواب ازاي اما امراته فشايف ان اللي بيعمله دهبل وخلاص بقى جوابه عدى سيبك منه وفجأة بالليل طولوس بينادي على بابا وقال له فيه ناس عايزينك على البيت فراح يشوف في ايه فقالوله حد بعتلك الشنطة دي فبياخد على الولد ويطلع يجري على جوا رغم ان بابا قال له استنى وبعد ما ميشي وفتح الشنطة لقى جواه فلوس الولد بيفرح جدا وقال لهم دي فلوس من ربنا هو اللي بعتلي الشنطة دي ونادى مامطة عشان تيجي تفرح باللي هو عمله بس بابا زعقله قال له لأ فيه رقم مكتوب في الجواب مع الشنطة والفلوس دي اتبعتت من شخص غلط واحنا مش هنعرف نستخدمها فزعل جدا وصابهم ومشي وتاري حاول تقنعه يستخدم الفلوس لحد ما ياخد كارد لكن هو قال لها سبوري عشان الفلوس دي مش بتاعتنا ومش هنعرف نعمل كده وانا هعرف مين صاحبها ورجع هيلو فقالت له انت ما عندكش قلب سايب بنتك تتقلم ومش رادي تصرف الفلوس لحد ما تجيب القارد قال لها انا مش عايز اسيب ديون لأولادي وطلس خرج على برة ورح يقف مع جرهم اللي بيربي الطيور وقال له انا مستني ساعي البريد فقال له انت بعت رسالة لمن قال له لربنا بس انا مش لقي رد لحد دلوقتي ولما مامته نديت له عشان يتغدى قال لها مش عايز وكمل كلام مع جاره اعمل ايد الوقتي فقال له انت لازم تكون صبور اسبر شوية والرد هجيلك احنا عندنا اله واحد بس كده كده هجيلك الرد واتمشى بالليل في وسط المطر لحد ما روح عند المسجد وسمع الشيخ وهو بيتكلم عن ربنا وقال له انه عايز يقابله ودي اللقطة اللي كانت في أول الفيلم أما بابا فكره تعيه وعمل يدور عليه ولما ماشي تولس افتكر صاحبه في المدرسة وهو بيقول له لو عايز تقابل ربنا يبقى لازم تموت الأول فكرر انه يرمي نفسه من فوق الجسر ومرة واحدة شافته صاحبته اللي كانت بتعايت في الأول وبتشتكي انها مش عارفة تطلع الرحلة فقالته شكرا انك نصحتين لان بابا ربنا رزقوا بفلوس كتير لما دعيت ربنا وخلاص هروح الرحلة بتاعتي وده طبعا بعد ما وقفته عن اللي كان عايز يعمله فروح البيت وهو فاهم انه غلطان وغرقان من المطر وبابا جيه يتكلم معي لانه كان بيدور عليه في الشوارع واصحابه كمان فقاله انه كان في المسجد وقام بالليل من عايز نومه يططب على أخته وقال لها انا عرفت من جرنا ان ربنا موجود وإله واحد فصبوري شوية وكل حاجة هتتحل والله يا ابني انت الوحيد اللي صح فيهم ربنا فعلا ما بيسبش حال وتاني يوم مامته شافيته قاعد لوحده وزهقان فراحت ترخم عليه شوية وتقلده فقال لها هو انت بتقلديني ليه وعرفت انه متضيق على تعب أخته وانها ما بقيتش تلعب معي زي الأول وشايفها طول الوقت نايمة ومش متعود على كده فوعدته ان بإذن الله شوية صغيرين واختها تبقى قويسة ولما لين دا قامت عشان تجيب مايا لانها عملة تندع عليهم محدش بيرود فداخت ووقعت في الأرض وما شفوها تخضوا جيريو ومويتها وبابوها خدوها على المستشفى على طول وبعد ما الدكتور كشف عليها قال لهم لازم تروح مستشفى في جاكارتا زي ما قلنا عشان هناك اهتمامهم بيها يكون أكتر وهم دلوقتي لازم يتصرفوا لان دا خطر على حياتها دخلوا يطمنوا عليها قالت لهم انا ما بقيتش قد الألم ده أنا عايزة ارتاح بقى وبعد ما روحت البيت أخوها كان بيحاول يصبرها رغم ألمها وعياتها وقال لها خليكي قوية وممتها جات قاعدت جنبها حاول التهون عليها وأبوهم كمان كان شايفهم من بعيده وطبعا زعلين فتيري ثابتهم وخرجت وراه عشان ما بقيتش متقبلة الوضع خلاص فاتخنقت معي وقالت له استخدم المال اللي بعتته لك ساسكيا مش مشكلة يعني تغطي لها عبد رايب وتغير لها الأرقام بس البنت مش هينفع تبقى تعبانة وهنا بنفهم ان الشنطة كانت مبعوتة من ساسكيا اللي معي في الشغل اللي كان بتطلب ده منه من الأول وهو مش عايز يخاطر بحياة بنته لان الفلوس دي هتكون حرامة فقالت له ده غلطها هي مش غلط نحنة هي اللي هتتحاسب عليه إنها مستعدة تفضل بعين وحدة وأهم حاجة عندها إنها ما تشوفهمش بيتخنقوا قالت له وانت فاكر إنها لما تعرف إن كان في إيدك فلوس ومرضيتش تعالجها يبقى الموضوع عليها سهل قال لها إنه ضعيف ومش عارف يتصرف وفي نفس الوقت مش عارف يعمل الحرام مش قادر لإنه خايف على ولاده من بعده وفي نفس الوقت عايز يفضل عايش معاهم في سعادة فقالت له انت راجل فاشل وخلاص ما بقتش متحملة الوضع ده تاني ودلوقتي بقى لازم تتصرف وتجيب فلوس علاج البنت دخل وراها القوضة يتأسف لها بعد ما مش يتزعلين وقال لها إنه هيعمل أي حاجة عشان يتصرف لكن مش هيمشي برضو في الطريق الحرام وتأسف لها إنه مزعلها ومحزنها وهي معي وسبها وراح يبص على شنطة الفلوس ويفكر هيعمل إيه وهي قاعدة بتفكر في جوده وكلامه وبتفكر تتخلى عن جوزها عشان علاج بنتها أما ساتريو بياخد الشنطة الصبح وبيطلع على ساسكيا وبيفتكر كلام الدكتور إنه محتاج فلوس كتير جدا عشان يعرف يعالج البنت أما تاري بتفكر في كلامه ليها لما كان بيعرفها يعني إيه حب وإنه لازم يضحي واللي معاه ما يحسش بالندم ولا الكرة إنه لسه مكمل ولما وصل عند ساسكيا عملته بقلة زوء وفهم منها إنها عارفة إن بنته مريضة فقالت تلوي دريعو أما هو رفض يعالج بنته بفلوس حرام حتى لو كانت أكتر من اللي هو محتاجها وقال لها مش هتلاعب بالضرائب عشان خاطرك ومش هخسر نفسي وبنتي وأخلاقي وحتى بعد محاولات كتير إقناع منها رفضه سابها ومشي فراحت تطلب من رئيس العمال إنه يشوف لها حد تاني يخلص لها المصلحة دي لأن ده رجل مش وش نعمة بس قال لها مش هلاقي حد يعمل لنا اللي إحنا عايزينه شاطر زي ساتريو وهو مروح كان بيفتكر إن رئيس العمال عايزه يغير في الأرقام ويعمل مصلحة لساسكيا فافتكر معاملته ليه وإسلوبه معاه وإزاي كان بيهينه عشان خاطر الفلوس وبعد ما روح وقابل ابنه لأ أمراضه جاية بتقولهم إن الجواب ده بتاع البريد حطه على البيب وتقوله ستضايق لأنه ده الجواب اللي كان باعته لربنا ونبدأ بقى نشوف اللي حصل بإن لما الجواب تبعت غلط فيه راجل رح يسأل جار ساتريو عن حالتهم وعارف إن بنتهم فعلا مريدة وباعوا الكل اللي يقدروا عليه عشان يعالجوا البنت وبرضو ما تعالجتش لأن الفلوس مش مقضية فراح عند بيتهم وعمل إن المكانة بتاعته بايزة وشاف البنت وأول ما دخله رح حط لهم الجواب على البيب أما تولوس بيطلع يوريهم الجواب اللي هو كتبه فلقى شيك موجود في الجواب ولما تصدموا شوية وشافوا الولد فرحان ما بقوش عارفين يعملوا إيه فقالوا يشوفوا هو كتب إيه في الجواب ولقوا كاتب أنا تولوس عندي سبع سنين ابن ساتريو تاري أختي سمع ليندا وساكن في قرية جنب بيت العجوز ساستو مش رئيس القرية السابق لأ اللي عنده الحميمة بابايا قال لي إن ربنا في قلوبنا بس أنا مش عارف أشوفه ومش عارف مكان قلبي فيه عشان كده كتبت الرسالة دي صعب تقرأ الكلام ده وما تعيطش وكتبت الرسالة دي عشان ربنا يقراها بابايا ما كانش معاه فلوس قبل كده بس كنا مبسوطين يارب هو أنت زعلان مني عشان أنا مدعتلكش قبل كده بابايا كان دايما يقولي صلي بس أنا ما كنتش بصلي فلو أنت زعلان مني ما تعقبش أبوي وأمي وأختي أنا مش عايز أختي تكون مريضة لإني كنت وحش أنا زعلان عليهم قوي إنهم مش معاهم فلوس لعلاج أختي وبابا وماما باعوا كل حاجة عندنا حتى التلفزيون بس برضو الفلوس مش مكافية وأختي لسه مريضة وعلى طول بتتقلم ودرجة حرارتها عالية وأنا خايف عليها لإنها أختي الوحيدة وكمان زعلان عشان بشوف ماما دايما بتعيط وبروح أحد أختي وهي نايمة بس أنا دايما بمثل عليهم مني نايم لإني ببقى سامع ماما بتعيط بصوت عيلي من فضلك يا رب سعيدنا مع تحياتي طولف والمفاجأة اللي كانت بتقرأ الجواب وهي بتعيط افتقرت بنتها لميتك وإنها روحت من خمس سنين لأختها ساسكيا عشان تشتغل معيها وتساعدها بس مرضيتش ولما ترجيتها قالت لها أنا مش مؤسسة اجتماعية عشان أساعدك مش هرمي فلوسي في الأرض وطلعت من عندها وهي مكسورة وبعدها بنتها ميتك وبعتت للراجل اللي شغال معيها إنه يروح يحط لهم الجواب عند البيت ويتأكد إنه محد شايفه أما تلص فبيكتب جواب تاني لربينه ويقوله شكرا يا رب أختي عملت العملية والدكتور قال إنها هتبقى كويسة إن شاء الله وهترجع للمدرسة بعد أسبوعين وبعد مالين دا روحت البيت والكل بيتطمن عليها ما كانوش فاهمين إيه اللي حصل له هم بيعوا كل الحاجات اللي في البيت عشان يعالجوها والفلوس برضو ما قضيتش فما بقوش فاهمين إزاي عملت العملية وإزاي نكحت أما ساتريو راح يقدم استقالته وأخت ساسكيا قرد في الجرايد إنها تقبض عليها هي ورئيس العمال بسبب التهرب الضريبي أما الأسرة الجميلة صلوا صلاة الشكر وقربوا من ربنا أكتر بعد المعجزة اللي حصلت معيهم ودولوس بيفتكر لما راح المسجد الشيخ قال له إيه إن انت لو بتدور على ربنا دور في قلبك ولو عايز تتقرب من ربنا يبقى صلي فكتب جواب تاني وبقى بيجري ورساع البريد عشان يدهوله اللي تفاجئ إنه هو اللي بعت رسالة ربنا وفي الآخر هنا بقى كلنا بنعرف إن معجزات ربنا ما بتخلصش ربنا بيستجيب للقريب والبعيد مني اللي بيصلي واللي ما بيصليش المسلم والغير مسلم أي حد بيلجأ لله بيستجيب له بس إنت جرب تقر وبالمناسبة الفيلم ده مش هتلاقيه في أي مكان تاني لإنه أصلا نزل بدون ترجمة وما تترجمش لحد دلوقتي وأنا عشان عجبني ترجمته لكم بنفسي زي الموسم التاني من اتفاقية جواز فشجعوني بقى باللايك الجامد لإني تعبت فيه جدا باي باي